حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 634 مخالفة تموينية في جميع محافظات المملكة خلال الشهر الماضي وظهرت تقارير المخالفات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن 53% من المخالفات المحررة سجلت في العاصف معمان وبلغ عددها 337 مخالفة ثم جاء ثانيا محافظة إربد بعدد 93 مخالفة في حين سجلت سجلت في محافظة الزرقاء 90 مخالفة وجاءت حالات عدم إعلان السعر أكثر أنواع المخالفات وبواقع 513 مخالفة وعدم التقييد بالسعر المعلن 440 مخالفة وإخفاء أو امتناع عن بيع سلعة أساسية بواقع 35 مخالفة وأكدت الوزارة أنها تقوم بمراقبة ومتابعة أسعار المواد الأساسية ورصد أي متغيرات تطرأ عليها